مشاهدين لمناقشة حيثياتي هذا الملف ينضم إلينا الباحث والأكاديمي الدكتور غالب الدعمي أهلا بك دكتور في نشرة الأخبار بداية كيف تقرأ إجراءات هيئة النزاهة في ملاحقة الفاسدين والمطلوبين لا سيما المتورطين بسرقة أموال الأمانات الضريبية مساء الخير في البدء هيئة النزاهة بدأت في الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع بداية الأسبوع هذا النشاط على مستوى الخارج كنا نقول دائما أن عمل هيئة النزاهة قوي في الداخل لكن هناك عراقي خارج العراق الآن يبدو لأن الملف الخارجي بعد استبداد أربع متهمين واصدار مجموعة من الإشارات الحمراء على متهمين آخرين يبدو أن هيئة النزاهة انتقلت إلى عمل جديد وشاق ربما هو الأهم بتقديري لأنه يحقق ردع الكبير في غالب الأحيان أغلب الذين يمارسون عملية الفساد في العراق بعدك مال عملياتهم يسافرون خارج العراق وبالتالي يتناعمون بالأموال التي يأخذوها من أموال الشعب العراقي بعد استرجاع الأربعة من الإمارات وعمان والأردن وهناك في السعودية أيضا وفي دول أخرى أكبر 23 ملف آخر والإشارات الحمراء التي صدرت بحق متهمين وأيضا بعضهم غير العراق الجنسية أيضا في الإمارات تحت الإجراءات استردادة للعراق كل هذا يجعل أن هيئة نزهة انتقلت من تحقيق الردع في داخل العراق إلى تحقيق الردع خارج العراق للمطلوبين في قضايا وأيضا على مستوى المناصب التي كانوا يتسنمونها سابقا يعني كان دائما الحديث يجري أنه يجب ملاحقة كبار الفاسدين وليس الاقتصار على الموظفين الصغار المتهمين اليوم الإجراءات تلاحق مسؤولين كبار في الحكومة السابقة هو ربما الآن المتابعة ليس فقط على الحكومة السابقة حتى الحكومات الأسبق بحيث وصل عدد الذين الآن مطلوبين من الوزراء بحيث 15 وزيرا سابقا ليس فقط في الوزارة السابقة وإنما في التي قبلها في حكومة سيد عبد العبد المهدي في حكومة العبادي في حكومة سيد المالكي وحتى في هذه الحكومة هناك درجات خاصة ومناصب عليا الآن يساءلون ويخضعون للرقابة أنت تعرف أمام الجهات الرقابية لا حصانة لهم لكل من يفسد هذا العنوان كما نراه الآن من عمل هيئة النزهة كل من يفسد في أموال الشعب العراقي يحال وانت تسمع يوميا بيانات عن منع حدر عام عن أموال عامة عن إلقاء قبض لمسؤولين في هذه الحكومة إذن حتى هذه الحكومة غير محصنة ولا أحد يحميهم من مكافحة الفساد بسبب هناك دعم كبير تحظى به هيئة نزال قضائيا وحكوميا طيب يعني كما تابعت القاضي حيدر حنون في مؤتمره الصحفي دعا واشنطن ولندن وأنقرة وأبوظبي إلى تسليم المطلوبين وأيضا الأموال المسروقة إلى أي مدى اليوم من الممكن نستثمر العلاقات الدبلوماسية والجهود هذه العلاقات في إرجاع المطلوبين وأيضا الأموال المسروقة بعض المتهمين خارج العراق هناك مشاكل كبيرة في استعادتهم يعني تحديدا مدير عام تي بي آي هناك صعوبة لينقدم يعني اعتراضات على عودة العراق وربطها بالجانب السياسي تحتاج وقت كبير لكن نأمل أن يعود تحديدا الإمارات لها فتحت أبوابها للتعاون مع العراقات ما الذي يعنيه أنه ربط الموضوع بالجوانب السياسي كأنها تقول أنه استهداف سياسيا وليست تعلق ملفات مكافحة هذا يحتاج إلى وقت دكتور اليوم الكتل السياسية أجمعت على أنها تدعم الحكومة في ملف أنها تكلم خارجيا وليس داخليا يعني حتى في المسألة الخارجية الدول الأخرى لا تستمع لما يقال داخليا في العراق الدول الأخرى لها قانون سابقا قلت هنا وربما معك أن أصعب ملف واجه هيئة النزاة هو الملف الخارجي باعتبار هنا قوانين حاكمة لتلك الدول هي من يقرر استرداد المتهمين وتسفيرهم للعراق هذه المشكلة الأولى النقطة الأخرى فيما يخص الذين أشار إليهم سيد رئيس الهيئة في أمريكا وفي بريطانيا أيضا هذا ملفهم صعب جدا ونعمل إشارة النشرات الخارجية الحمراء الآن موجودة في المطارات الدولية فحينما يسافر من دولة إلى آخر يتم القائل قبض عليه لكن بقاء في الدولة نفسها مثل في أمريكا أو في بريطانيا وهو يحمل جنسيتها من الصعب جدا حالته أو تسليم العراق أنت تعرف يعني في بريطانيا أبو حمز المصري ويعتبر من الإرهابيين الكبار لم تسلمه بريطانيا إلى أمريكا جهة الطلب أمريكا فإذن هناك صعوبات نعم صعوبات كثيرة لا سيما هناك من يعرى أن في العراق جوانب سياسية خاصة في أمريكا وأوروبا دكتور غالب هل موضوع الملف السياسي هو المتحكم بهذا أقصد استرداد المطلوبين وأيضا أموال المسلوقة أم دخول هذه الأموال في اقتصادات هذه الدول التي تحوي الأموال المهربة نعم هناك سببان الأول كما ذكرت حاضرتش دخلة أموال هائلة هناك من يقول وعلى لسان السيد الرئيس الجمهوري السابق يقول 150 مليار دولار هناك تقديرات أخرى من الاقتصادين يقولون مع النمو لهذا الأموال وصلت إلى 400 إلى 150 مليار دولار رقم كبير هذا حينما يستثمر في اقتصاديات الدول الأخرى صعب جدا إعادته النقطة الأخرى سياسية بعض الدول ترى أنه بعض المتهمين قد يتعرضونها في داخل العراق إلى معاملة غير عادلة ترجمة نانسي قنقر